اشتركوا في القناة يسوع ابن الله لكن هم نشوف فيه اعلان يعني صارخ وواضح والمسيح كان لازم يسمع عشان يصل لمرتبة او مرحلة اعمق او ندوج اكتر من ناحية رحية فاراد انه يحسم الامر من يقول الناس اني انا ابن الانسان وضح لنا مرة انت لانك ذكرت ابن الانسان ابن الله بنفس الوقت يعني هو سؤال العصور من يقول الناس اني انا ابن الانسان وعندما استخدم المسيح هذا اللقب كانه يقول اتيتك ابن الانسان ماذا قالوا عني فكثيرون قالوا عنه الي واخرون قالوا عنه ارمية وكثيرون قالوا عنه واحد من الانبياء لكن هناك تعريف قال المسيح قال له بطرس انت هو المسيح ابن الله الحي ومن هنا المسيح قال لبطرس توبى لك يا سمعان ابن يونة المسيح استخدم اللقبين ابن الانسان وابن الله لكي يبرهن مرة ومرات أن هناك اتحاد ما بين المسيح كابن الإنسان والمسيح كابن الله فاللهوت متحد بالنسوت لكن هذا الاتحاد وهذا الإعلان تلا إعلان آخر وهو اتيان الكنيسة إلى الوجود على هذه الصخرة سأبني كنيستي صخرة الإعلان أن المسيح ابن الله لكن تكلفة دفع المسيح ابن الإنسان على الصليب بمعنى أن المسيح ابن الله هذا هو الإعلان وهذا هو إيمان الكنيسة الآن كما قال تومى أنت ربي وإلهي لكن أيضا المسيح مات على الصليب كابن الإنسان لكي يستحضر الكنيسة فأحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها ما كان يمكن أن تأتي الكنيسة إلا لكون المسيح ابن الإنسان فلكونه ابن الله فقط ما كان شيء فيه يموت لكن ابن الله المتحد بالنسود دفع الحساب على الصليب واقتنى الكنيسة كنيسة الله التي اقتناها بدمه بعدها على طول تكلم عن آلامه وتبعياته ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس كابن الإنسان الناس سوف يرفضونه الناس سوف يقتلونه يذهب بإرادة ويموت كابن الإنسان عشان يتمم ما سبق وأعلن عنه مجيء الكنيسة وبنيانها على صخرة الاعتراب كابن الله